بنلقى في كثير من الشعارات السياسية يعني مرفوعة والآن شايفين في الساحة السياسية في جدل حولي يعني في ناس لا الآن بيفتكروا أن الإسلام هو الحل وبرضي في ناس جاين ببديل بيقول لك العلمانية هي الحل وبالمناسبة الظلال بانطلق من أن العلمانية هي الحل والإسلام هو الحل دير كلهم منطلقوا من نظرية متقاربة جدا لأن تعميم الإسلام هو الحل ده تفكير الإسلامي تفكير العموم الإسلامي اللي هو يعني اختذال كل القضايا وكل المشاريع الاختصادية والتنموية المختلفة باختذالها باعتبار أنه ممكن يضعها حل من خلال الأيدولوجيا الإسلامية وضع ما فهم بيتناقض لأن الأيدولوجيا الإسلامية صقت برضو في حالة اختذال العلمانية وتعميم العلمانية في كل الدوانب ببقى فوق الخلل والطرح العلمانيين بالضبط العلمانية في السودان فيها خلل كبير بالمناسبة لأن الناس الطرحين العلمانية في السودان طرحينها كمصطلح ومجرد تعايف ما قادرين يبلوروا العلمانية بأسف فكرية واضحة وما قادرين ينزلوا العلمانية في داخل المجتمع لأنه يتناولوا العلمانية من منطلق اختلاف مع الدين ورفض الدين أي مواطن خلي التشويش المارثه الجماعات الإسلامية لكن أي مواطن شباب سعدون بشير ولاي أي مواطن الآن سألته مواطن سوداني بسيط بتلقاه ما فهم العلمانية لأن العلمانيين لا قادرين حقيقة يوصلوا للعمانية لأنه ما فهمنا العلمانية كفكرة الطرحين العلمانيين إذا كان حركات مثلحة أو الأحزاب بالمناسبة العلمانية فيها خلال كبير جدا ظل في ناس بردد العلمانية لكن مجرد بيختصروا العلمانية في تعريف سياسي في تعريف ولا يختصر العلمانية في شعارات محدودة لكن ما عندهم الأسس المعارفية للعمانية أو طرح واضح للعلمانية بطرق واضحة ومعروفة عشان الشعب يقدر يتفهم عشان كنا العلمانية ذاته كفكرة الآن في السودان فيها خض وفيها قموط وفيها نوع من الضبابية وفيها تلطيخ لأشياء كثيرة جدا والكلام ده كله تم من العلمانين بالمناسبة العلمانين هم اللي اختذوا لبعض من السلوكيات وبعض من الممارسات اللي هي أصلا ما عندها ارتباط بالعلمانية ما عندها ارتباط بالعلمانية وابقى دخل الكبير جدا عشان كده الاجسامة السياسية من خلال التنشئ الخاطئ في العملية السياسية بتاعتها خلى ان تتناول الافكار الآن ماذا تعني الديمقراطية في السودان الديمقراطية في وسط الاحزاب ولا في المجتمع ولا في وسط المثقفين ولا في وسط الشباب الديمقراطية اللي بتناربة نخب سياسية بتناربة احزاب سياسية ما حاولت تطبق ما حاولت تطبيقها وما نشرت الديمقراطية كثلوق ولا الديمقراطية كمفاهيم ولا الديمقراطية كأفكار مجرد الآن تتكلم عن الديمقراطية كأنه تتحدث عن التصويت وعن الترشيح وعن منافسة سياسية تختزل في إجراءات محدودة أو إخامة مؤتمر لأنه في ناس اختزلوا الديمقراطية بالمفهومة فببقى ببساطة في كثير من الناس للأسف يعني حاملين لهم شعارات محدودة كأمثال العلمانية والليبرالية والاشتراكية وبعض من الشعارات الحرية والعدالة والسلام ولا يمكن أن ترفع لك بعض من الشعارات وتتبنى لك مصطلحات سياسية محدودة بتفتكر أنه هي ممكن تكون مشروع سياسي لإدارة المجتمع لا يمكن وفي خلل كبير جدا للناس اللي يختزلوا إدارة المجتمع وبناء دولة في مجرة مصطلحات سياسية محدودة عشان كده في خلل في خلل كبير جدا يعني كون الآن زي الأحزاب السياسية بتلقى يعني أعضاء الأحزاب إذا المجرد يقدر يفهم له يفهم له مصطلح محدود وبيفتكر أنه ده مشروع سياسي وبيفتكر أنه ده برنامج سياسي وبيفتكر أنه ده البرنامج الممكن يدير بالدولة وده موضوع بسيط جدا يعني كمثل الذين يفهمون مصطلح العلمانية أو مصطلح الليبرالية أو مصطلح الاشتراكية هل ده بمعنى أنه أنت مؤهل لإدارة الدولة؟ الآن من خلال التناقض الحاصل في السودان كثير من أعضاء القوة السياسية حافظين له مصطلحات ومفادات بسيطة بيفتكر أنه يعني ده ده أدوات ودي الرؤية الممكن الإنساني وقربها الدولة هو بيفتكر نفسه أنه هو إنسان سياسي وإنسان موهل لإدارة الدولة إذا كان المصطلحات دي هي بتأحلك أنه أنت لإدارة دولة ولإدارة نوارد المجتمع بالطريقة دي ببقى لكان العالم اتطور من خلال المصطلحات دي لكن لا العملية السياسية ذاته والمشاريع السياسية بالمناصبة حصل لها تطور الآن دول العالم المتقدم أو كثير من المجتمعات يعني تجاوزت الإنقلاق الحزبي والأيدولوجي لأن الدولة أصبحت مبتد بين الإنقلاق الحزبي والأيدولوجي ولا الأيدولوجيات المحدودة أشباب الأيدولوجيات الأصولية هي الممكن تأسس لدولة وصقطت الديمقراطية في السودان من الذين يتحدثون عن الديمقراطية صقطت سلوكا وصقطت أخلاقا وأصبحت مجرة شعارات للخضاء والتضليل كمثل الإسلاميين الذين يتحدثون عن الإسلام ولكن هم يمارسون ممارسات على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الاختصادي تختلف تماما عن الإسلام الذي يتحدث عنه رغم أن الإسلام يندع علاقة بالدولة وإدارة الدولة يعني ببساطة فالآن الذين يطرحون الديمقراطية ويتحدثون عن العلمانية صقطوا تماما بالمناسبة صقطوا في تطبيق العلمانية على المستوى الشخصي والتطبيق الديمقراطي على المستوى الشخصي الشباب سأعيدون بشيروا لايك أنا سأختصر عشان أتيح فرصة بالنسبة للناس صقطوا بالمناسبة بالنسبة كبيرة جدا الآن الذين يفتقلون يحمرون مشاريع سياسية وأنا سأقدم رؤية العيزة اللي بقول عندهم مشروع سياسي وبالضرورة يعني من أحذاب سياسية وحركات مسلحة خلي أجي ورين مشروع حين أنا سأتيح فرصة وأشيف لأن أنا معرف أنا معرف أنه مجموعة من الناس يحملون بعض من المصطلحات والمفردات ومقمقمين بها بحائد يعني مقمقمين بطريقة قريبة جدا نفتقلون أنه دي مشاريع سياسية ومقابل المصطلح ده هو ممكن يرتكب جريمة كبيرة جدا مقابل أنه يقول لك أنا بدافع عن المشروع أو أنا عنده مشروع سياسي وده كلام خاطئ جدا ده بأكد لك أنه هؤلاء الناس لأول مرة ما مروا بتجربة المشاريع السياسية وليس لهم خلفية وإدراك حول ماذا يعني المشروع السياسي إذا قدروا فكوكو كلمة حسب حسب ومشروع أو برنامج أو منفسته أو رؤية أو أطروحة ده إنسان ممكن يقدر يفهم لكن للأسف بتلقى إنسان مجرد يقدس يقدس مفردات معينة ويكررها ويحفظها ويفتكر إنه مجرد حفظ بعض المصطلحات والمفردات ويفتكر إنه مؤهل وإنسان عنده رؤية سياسية ولكن لا لأن الديمقراطية كمصطلح ما ظهرت عندها وجود غديم جدا يعني والعلمانية كمصطلح عندها وجود غديم جدا يعني والليبرالية كذلك والاشتراكية كذلك والرأس المالية كذلك وكثير من المصطلحات يعني إذا كانت تقنقراد ولا السيقراطية ولا غيره يعني كل هذه عبارة مصطلحات ظهرت على المستوى الوجودي بفترات طويلة جدا ولكن عندما نحن نتحدث عن أفكار الأفكار مش تختذل في الشعارات أو تختذل في مصطلحات سياسية معينة في مصطلحات سياسية معينة وآن الواقع الموجود في السودان أكد لنا تماما أنه في أجسام سياسية عندها خلل في بناءها التنظيمي والإداري وعندها خلل في طرحها الفكري دي مش أفكار والواقع الآن خطان في نطاق ضيق الناس قادرين يصر السلطة بل ألعاب والخضاع ولكن ليس قادرين في إدارة الدولة وإدارة المجتمع قير ممارسة الخطابة التطليلي قير ممارسة الخطابة التطليلي عشان كده نحن انتقدنا العملية السياسية مش انتقاط يعني سطحي ورمزي لا انتقاط جوهري من أجل أنه تغيير البناء السياسي في السودان من أجل بناء سياسي سليم بناء سياسي سليم ده في البنية التنظيمية والبنية الفكرية عشان تكون متماسقة تكون متماسقة في بناء مجتمع لأن البناء السياسي لازم يتمصهر في وسط المجتمع الآن يعني أن نحن نعرف حزاب ماركسية لكن ماذا يعرف الشعب السوداني عن الماركسية ماذا يعرف الشعب السوداني عن الديمقراطية ماذا يعرف الشعب السوداني عن الليبرالية ماذا يعرف الشعب السوداني عن العلمانية ماذا يعرف الشعب السوداني عن النظام الإداري الرئاس والبرلماني لعلمكم هذه المصطلحات وهذه الأفكار لا يمكن يتم تطبيق ما لما الذين يطرحون هذه الفكرة يكون في انسجام وفي تناسق ما بين هذه الفكرة ما بين هذه الفكرة أنه نعرف يناس يتكلم عن العلمانية ولكن للآن المجتمع عندهم ما وارتباط لم يفهم في العلمانية شيئا لم يفهم في العلمانية شيئا لأن طرح العلمانية بطريقة فيها تنابط كبير لأن تعامل مع العلمانية ليست تعامل بوعي وليست تعامل بإدراك لكن تعامل بنقيد لأنك الآن تلقى كثير من العلمانية لديهم صراع مع المسلمين وعندهم صراع مع الإسلامين لأنهم المنطلق والرؤية بنقشبها العلمانية ومطرحبها العلمانية من منطلق النقيد ونحن نعرف أن العلمانية كفكرة يعني المفكرين الذين طرح العلمانية وطرح الليبرالية على مستوى العالم يعني ما كان حاول يأدلج المجتمع أو يضلل المجتمع كانوا جريئين في طرح وفي صراع كبير جدا على المستوى التاريخي معروف ما بين الإخطاعين ورجال الدين من طرف وما بين يعني المفكرين الذين طرحوا رؤية علمية رؤية علمية يعني رؤية عندها أساس علمي practical وما بين في ناس عندهم طرح فكري سياسي طرح فكري سياسي فما دلج المجتمع والأفكار دي الآن في بعض من دول العالم المتقدم الأفكار دي عندها ارتباط يعني بالمجتمع ارتباط كبير جدا وارتباط موضوعي لأنه اتطرحت بطريقة شفافة وبطريقة موضوعية ما فيها التناقضات والعلماني في بعض من الدول مش عنده علالة الدين أو عنده أكراه للدين لكن ماذا تتصور عن العلماني السوداني الذي يتحدث أن الحقوق الدينية وهو في الأساس ينكر الدين ويرفض الحقوق الدينية لأن فهمنا العلمانية من منظور ضد الدين من منظور ضد الدين العقلية الآن الموجودة عند الأسلامين إن العلماني ضد الدين شكلها العلمانيين العلمانيين هم شكل هذا المفهوم لأن في نظل الآن خاطئ ما بين العلمانية والماركسية وفينا الطارحين الماركسية وبيتكرينا دي العلمانية الحاجة الموسفة طارحين الماركسية من مفهوم مادي لأنه فيه اختلاف كبير جدا ما بين الماركسية وما بين العلمانية الاختلاف كبير نعم مصدر التفكير هو البشر مصدر التفكير هو البشر الماركسية مصدرها تفكير البشر أو تفكير العقلاني والعلمانية التفكير العقلاني والديمقراطية التفكير العقلاني لأنه برضو ما مستمده لكن بتختلف وفي اختلاف كبير جدا ما بين الماركسية وما بين الديمقراطية في اختلاف كبير جدا للأسف في نظم ما قادرين يفرقوا ما بين الأفكار دي وانا بتأثف لذول بانتهيك حقوق الانسان وبارتكب دريمة في حق انسان وبفتكر انه هو الديمقراطي وبفتكر انه هو علماني باي حق انت علمان وباي حق انت الديمقراطي اذا كان انك لم تحترم حقوق الانسان لانا في ارتباط كبير في ارتباط كبير ما بين الأفكار في ارتباط كبير ولكن في علمانين بيكا ديكتاتورين ده مش في السودان في دول أخرى بيكا ديكتاتورين علمانين ديكتاتورين فأنا بفتكر أنا حاقي في النقطة دي عشان أتيح فرصة بالنسبة لا يزول دائر ياخد أنا لأن دائر أناقش مع كل الحضور هنا بس الناس يسعيدنا بشير ولايقا شباب عشان يتيح فرصة بالنسبة للناس ويزول يكون رايو الدائر أقوله باختصار إنه الآن في ناس عندهم مصطلحات سياسية حاولوا يعني استنتجوها من بعض من النظريات العلمية وحاولوا يستلف بعض من النظريات وفي ناس حاولت يعني تستورد لها مشاريع مش مشاريع مصطلحات ومفردات وبتفتكرين إنه دي منكن تختزلها في الواقع السوداني ومن خلال التشبس والتكنكش والقمقمة بهذه المصطلحات بيفتكرين إنه ده رؤية سياسية وده برنامج سياسي بإمكان التحكم بو لا طبعا بكلام متناقض جدا عشان كده لازم نفكك المصطلحات دي بطريقة واضحة جدا والمفردات دي ونشيف الصياق الحقيقي للتعاون مع هذه الأفكار الآن الذين يطرحون العلمانية بالمناثبة يعني حيدخل العلمانية في ماذا وحيرتكوا بالجريمة في حق العلمانية كفكرة العلمانية كفكرة لأنه في تناغط كبير بالمناثبة ما بين العلمانية وما بينهم ذاتهم كمثل الذين يطعون للديمقراطية الآن ومتناقضين مع الديمقراطية في إدارتهم التنظيمية وفي سلوكهم وفي تعاملهم السياسي نحن نتكلم في الإطار دي كله عن المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري ما نتكلمنا عن الإطار الشخصي المتعلق بالحقوق الفردية ولا سلوكك الشخصي لا نتكلم الآن عن مفهوم سياسي للتعامل مع هذه الأفكار والتعامل مع هذه المصطلحات لأنه في ناس للآن عندهم فهم متناقض جدا فهم متناقض جدا والتبرير الببرر للأفكار دي مثل التبرير الإسلاميين لأن هذا اللي يقول لك يا أخي ما في مشكلة في مشروعنا لكن في مشكلة في المجتمع زي الإسلاميين يقول لك ما في مشكلة في المشروع الإسلامي لكن في مشكلة في الإسلاميين ولكن لا في خلل فكري في المشروع الإسلامي وبرضه فيه خلال الآن من خلال الطرح السياسي في السودان فيه خلال فكري للعلمانية في السودان خلال فكري للعلمانية في السودان والعلمانية ما ممكن تأخذها أي ذوال الآن زي العلمانيين الآن بيتعاملوا مع العلمانية يعني بل بعقلية 1956 أو بعقلية القرن 17 وقرن 18 الناس بيتعاملوا بانتقادات العلمانية وهم ما عندهم الفهم وطرح العلمانية والآن المفهوم مفهوم الحسب ذاته مفهوم الحسب الآن في السودان مفهوم تقليدي ومفهوم أصولي أشبع بالطائفة الدينية الحسب في السودان الآن أشبع بالطائفة الدينية عشان كده ببساطة هنختصر عشان أتيح فرصة بتلقى في الناس بتكلمون عن المصطلحات دي وهي ما عندها تأثير فيهم بقول لك أننا ديمقراطين ولكن بتلقى ما ثقوا في داخل الحسب على أصاث قبلي يعني الناس بكونوا مكتبهم الإدارة على صدق قبلي وبكون عندهم علاقات بتاع التضامن والتعامل السياسي بأبعاد جغرافية وقبلية طيب أين الديمقراطينة وده التناقض ده التناقض ماذا نعرف الآن الديمقراطية في بعض من الأحزاب السياسية أو في بعض من الحركات لا يمكن في تناقض كبير جدا عشان كده أصبحت العلمانية والديمقراطية مجرد مصطلحات مفرطات يتم ترويجها من قادة سياسين ويتم ترويجها من عضوية مقمقمين بمصطلحات لم يفهموا عملية التعامل معها وإدراكها وتطبيقها ودي كارثة كبيرة جدا دي كارثة الآن موجودة في وسط مجموعة من الناس حافظين مصطلحات معينة وإذا كان السياسة مجرد مصطلحات وإذا كانت إدارة بتاعت الدولة مصطلحات لكان البشير تحول من الشعارات الإسلامية بتتكلم عن الدين والدولة وتتكلم عن الشريعة وليكن يقول الحرية والعدالة والسلامة الديمقراطية أو يقول الاشتراكية ويقول الرأسمالية مهي مصطلحات سائل جدا سائل جدا للدكتاتوري أن يقول وإذا قال يبقى ديمقراطي ما ببدأ فالمثألة السياسية التي تتعمل بمصطلحات سياسية تتعمل بمفردات معينة دم فهم خاطر والخطر وكل يرجى لعملية التنشئ السياسية آخر سؤال ماذا تفهم أو ماذا الناس بتفهم الآن من خلال الطرير والسياسية ما هي الطرق على عبرها الأحزاب بتقدر بتأهيل عدويتها الآن في أحزاب ما عندنا ناس مؤحلين خلينا المنهج السوداني المأزوم المنهج التعليمي الدراسي السوداني المأزوم المنهج التعليمي ده مأزوم عرفناه فوق تناقضات وفوق أخطاء في كل مجالاته المجالات الأدبية والمجالات العلمية طيب بأي فكرة الحسب بأهل عدويته وتعارفين الآن في عدوية في داخل الأحزاب ضيعوا زمن زمن يعني كثير جدا ولم يفقهون إلا مجرة شعارات بسيطة جدا ومصطلحات سياسية جزء من الماركسين وجزء من حركات مسلحة ما عندهم أبسط لأن ما عارفنا الطرق العبرى ممكن تتأهل يعني كونك أنت الآن قدرت تفهم الديمقراطية الديمقراطية بدون ما تفهمها الديمقراطية كمبادئ وأفكار وقيمه ومعايير وشروط وإجراءات بس مجرد تفهم مصطلح الديمقراطية دا دا بمعنى أنت دور سياسي وانت خلاص إنسان يعني عندك معرفة مكتملة في التعامل مع الطرح السياسي في ناس تمقمون بالطريقة للاي لأن دا مجتمع من قلق ما عنده خلفية حول الطرح السياسي حول التعامل السياسي فطبيعي جداً في أجسام تستقل الناس بالطريقة دي وفي الحقيقة في ورش تعبانة جداً ورش تعبانة جداً يعني يصعب جداً تأهل إنسان في المجال السياسي لأن مسألة التأهيل ما بترجع لحفظ بتاع مفردات وترديدة بل إنما في أشياء كثيرة جداً لأن التأهيل الآن بقى تأهيل علمي حسن أنت تبقى ذول مؤهل سياسياً في المجال الاختصالي أو في المجال السياسي أو في أي مجال من المجالات يعني مجال إداري مجال تنظيمي دا ما بيخضى لي لتحفظ لك بعض من المفردات وتتخمقم بتكتيكات معينة الحاجة المؤسفة يعني في ناس الآن إنهم أبجديات تعبانة للتعامل مع السياسة أبجديات تقليدية جداً أشباب أبجديات الجماعات الأصولية الدينية رغم التطور والانفتاح الحاصل في داخل العالم ولكن للآن في ناس متكنكشين يعني بتعامل وبنمط سياسي تعبان جداً الليلة في ذلك بيفتكر الكذب بيفتكر الكذب أداء سياسي أنه تتفوق على الآخر أو كونك تخش الآخر أو كونك تخضع الجماهير بخطاب سياسي زي ما شفته في ساحة الاعتصام أين الوعود والخطاب الكاذب الذي يعني اتقدم من قيادات قوة يعني الحرية التغيير ومن يعني قيادات قيادات الظهور الزائف في داخل تجمع المهنين لماذا الخطاب ذلك بنسبة 20% لم يتطبق هذا هو الخطاع هذا هو الخطاع السياسي لأن في تناقض ما بين الخطاب وما بين الواقع وما بين الذين يقدمون هذا الخطاب في تناقض كبير في جماعات فشلت عندما شروع فاشل لكن كانت صادقة مع مشاريع ده في العالم كانت صادقة مع مشاريع مش قونك تكون صادق انه تتمثق بمشروعك لا لكن قونك تجسد مشروعك تجسد في نفسك ذاته ما يكون في تناقض لكن أنا اللي لحظة السؤال الموضوعي أنه نحن دارين الآن نفهم من هم العلمانين الآن في السودان ومن هم الديمقراطين في السودان من هؤلاء الناس عشان نقدر نفهمهم طيب عشان نستفهم لا يوجد ديمقراطين حقيقين في السودان ولا يوجد العلماني في السودان في ناس قدما خطاب علماني فوق خلل كبير جدا خلل نظري خلل معرفي يعني يعني خلل في في حاجات كثيرة جدا في مضمون الخطاب اللي يقدمه وبأسس الإنسان أصلا متناقض فيصعب جدا يصعب جدا إدارة التعذر والتنوع السوداني ده بتسويق خطابات وترويج خطابات لأن في ذلك الآن لو سألت سؤال لماذا طرحت العلمانية بقول لك لأن في مسيحين وفي مسلمين إذا حاولت سؤال إذا لم يوجد مسلمين يوجد مسيحين وأراد أن يحكم بالمسيحية بيقبل ما هو طرح من خلال الاختلاف الديني طيب إذا قلت لو في مسلمين ما في مسيحين يبدو ما في وجود العلمانية لأن ده شفت الخلل ده ده طرح العلمانية من خلال إنه في مسيحين وفي مسلمين يعني ما عنده أساس معرفي إنه العلمانية دي إن ده ارتباط بهيكل الدولة إن ده ارتباط بحقوق الإنسان إن ده ارتباط بين نظام الحكم ما عنده فهم ما عنده تنظيرات تانية مجرد الكلام ده عشان كده طبيعي جدا نلقى لطيلة الفترات في نفس داري نزبط للناس إنه العلمانية فقط فصل الدين على الدولة بتظهر العلمانية يقول لك فصل الدين على الدولة وده مفهوم خاطئ جدا للعلمانية ده مفهوم خاطئ جدا للعلمانية وبيختزر العلمانية كلها فصل الدين على الدولة ما بيضطرق للجوانب الأخرى وما بيضطرق للمواضيع الأخرى بتاع العلمانية وده خطأ كبير زي الناس اللي يقول لك والله يا أخي سودان ده فوق عرب بجاي وفوق الظنج بجاي أن احنا طرحنا السودانية ده فهم قلت للهوية المهمة الآن دير أقوله عشان يتيح فرصة للناس التعامل مع المفردات والمصطلحات في السودان أصبح تعامل فوق خلل وفوق أخطاء وفوق قصور وفوق عيوب كثيرة جدا وده لا يؤكد أنه في برامج سياسية ولا في مشاريع سياسية والذين يقول عندهم مشاريع سياسية فليأطعونا ناقشهم في مشاريع سياسية وما هو مفهوم المسطلحات الذي تحدث عن مشروع سياسي وما فاهم إنه على أي أسس على أي أسس مفهوم أو فكرة المشروع السياسي لأن ده التعامل الخاطئ مع المفردات والمصطلحات وظل المجتمع السوداني ما قادر يميز في السياسة السودانية لأنه في خط في تناقط في تخبط في أشياء